علامة واحدة بسيطة ممكن تدل على ان عندك سرطان البروستاتا سلام عليكم وعاكم الدكتور يلال يارب تكونوا جميعا في احسن صحة واسعاد حال في الفيديو ده بالنسبة للناس اللي عندها بنين بروستاتيك هايبر بليزيا اللي هو ورم البروستاتا الحميد اللي بيجي للناس العواجيزي اللي زيحلاتي كده بيبقوا معتدين على بعض الاعراض اللي مصاحباهم كل يوم من ضمنها تكرار التبول اثناء الليل من ضمنها صعوبة اثناء التبول ما بينزلش البول بسرعة ثلاثة ان دفعة البول مش زي الاول اصبحت ضعيفة اربعة ممكن تجي لهم حصرة يعني يبقى مزنوق فيه لما يجي له الرغبة انه يتبول يبقى مزنوق وعايز يتبول بسرعة ديت علامات بتيجي للناس اللي عندها تضخم في البروستات الحميد اللي بيجي للناس زي ما قلنا بعد سن تقريبا الخمسين هو البروستاتة بصفة عما الامراض اللي فيها بيقدر نتوقع ايه هي من العمر الانساني يعني الشباب تحت سن الاربعين لما بيبقى فيه مشكلة في البروستاتة فبنتوقع اول حاجة التهابات عدوى في البروستاتة من الاربعين بقى الحد الستين خمسة وستين لما يكون فيه مشكلة مشاكل في البول وما الى ذلك تتعلق بروستاتة ونتوقع مشكلة في البروستاتة بتكون المشكلة في الغالب هي ورم البروستاتة الحميد اما بعد سن الخمسة وستين فيما فوق فلما يكون فيه هذه الاعراض بنتوقع سرطان البروستاتة او ورم البروستاتة الحميد فاخواننا الكبار السن لما يكون عندهم ورم البروستاتة الحميد وعندهم هذه الاعراض لفترة طويلة يلاحظوا حاجة معينة لو فيه فيه عرض قد يستجد عليهم فيه عرض قد يستجد عليهم هذا العرض إذا حصل أو هذه العلامة إذا حصلت يبقى لازم يتوقع أن احتمال يكون تحول من ورم حميد ورم بروستاتا حميد إلى سرطان لقدر الله وبالتالي يروح يكشف بسرعة كشف سريري ويعمل الفحوصات اللازمة زي ما نتكلم حاليا في الفيديو والمقال مكتوب في الموقع بتاع الدكتور هلال بالتفصيل اللي حب يقرأ ويطلع عليه ونفكركم بأنكم تعملوا سبسكرايب اشتراك وأنكم تعملوا لايك وتعملوا تشير أو شير مشاركة للفيديو لصحابكم حبيبكم عشان تعم الصدقة وننشر الكلمة الطيبة خليكم بقى معي عشان نشوف بقية الفيديو علامة بسيطة ممكن تدل على أن عندك سرطان البروستات إيه الحل؟ السرطان أيام كان زي ما احنا عارفين هو عبارة عن نمو الخلايا غير المنضابط نموه ليس تحت أي تحكم وكلنا نعرف أن الخلايا هي اللبنة الأساسية التي يتكون منها الجسم فنمو هذه الخلايا غير المنضابط يكون كتل من الخلايا تسمى سرطان وسرطان البروستاتا نفس الشيء وهو من الأمراض الخطيرة جدا ويعتبر من أشهر أنواع السرطان عند الرجال في بعض الدول زي بريطانيا وبصفة عامة وعلى مستوى العالم يعد أحد أكثر ثلاث سرطانات مشهورة عند الرجال السرطانات اللي بتيجي للرجال بصفة عامة المشهورة هي زي ما واضح في الرسمة ديت عبارة عن سرطان البروستاتا سرطان الرئة سرطان القلون سرطان المسانة سرطان الغدد والرسمة هنا مبينها سرطان القلوريكتوم سرطان القلون هو أكثر واحد منتشر وهي ليه سرطان البروستاتا وسرطان الرئة ثم سرطان الكبد وسرطان الغدد مشكلة السرطان بتاع البروستاتا أنه أنت ما بتشعرش بالمرض فيه بداياته ويوم ما بتشعر به بيكون انتشر إلى خارج البروستاتا ومن هنا مهم جدا أن احنا نعرف إيه العلامات الأولى لهذا السرطان لأن علاجه في الأوقات المبكرة بيكون سهل جدا غير لما ينتشر بيبقى علاجه يعتبر شيء صعب جدا زي ما واضح في الرسمة هنا لو أن سرطان البروستاتا كان موجود فقط داخل ودة البروستاتا أو فقط في منطقة الحود فرصة الشفاء منه تكاد تكون 100% لكن لو انتشر خارج منطقة الحود ففرصة الشفاء بتاعته بتقل إلى حوالي 30% بداية نقول أن سرطان البروستاتا هو عبارة عن سرطان في غدة البروستاتا وغدة البروستاتا اللي اللي مش واخدين بلهم هي غدة صغيرة موجودة عند الرجل غدة صغيرة على شكل جوزة الهند ولا تظهر أعراض سرطان البروستاتا عادة إلا بعد أن يستفحن ويصبح حجم البروستاتا كبير وينتشر إلى أعضاء أخرى غير البروستاتا مشكلة البروستاتا السرطان زي أي ورم أنه هو لما البروستاتا بتتضخم بتبتدي تضغط على الحالب وبالتالي يبتدي الإنسان يشتكي من مشاكل في التبول زيها بالزبط زي أي مشكلة في البروستاتا تنتج عنها تضخم في البروستاتا فاللي عنده تضخم بروستاتا حميد بيبقى معتاد على مشاكل البول وهي مشتركة ما بين تضخم وهي علامات مشتركة ما بين تضخم أو تورم البروستاتا الحميد اللي بيجي عند كبار السن من الرجال ومع سرطان البروستاتا والعلامات دي بصفة عامة مشتركة أيضا في التهابات البروستاتا يعني التابات البروستاتا تضخم البروستاتا الحميد سرطان البروستاتا جامحهم بيجي بمشاكل في التبول ومن أول العلامات اللي بتظهر لسرطان البروستاتا بمجرد من أنه هو يبتدي ينتشر في بداياته المبكرة هو ألم في العظام والعظام هي من الأماكن أو المشهورة التي ينتشر إليها سرطان البروستاتا هذا الألم الذي ينشأ من العظام يكون مستمر في معظم الوقت وممكن أن يوقز المريض ليلا وزيما قلت العظام من الأماكن الأولى التي ينتشر إليها سرطان البروستاتا سرطان البروستاتا ممكن ينتشر لأي مكان في الجسم لكن معظم الحالات السرطان بتنتشر في بضعة أماكن مشهورة وهي العظام والغدد اللينفوية والرئتين والكبد والدماغ فالعظام من أحد الأماكن التي ينتشر إليها السرطان مبكرا بمجرد أن ينتشر بينتشر إلى العظام ومن العظام هي عظام الظهر وعظام الحود لأنه أقرب مكان لغدة البروستاتا فلما يبتدي ينتشر الخارج بينتشر عن طريق الأوعية اللينفوية فيوصل أول ما يوصل إلى العظام المحيطة به وعظام الحود وعظام الظهر زي ما واضح كده في الرسم عندنا الرسم عندنا هي موضحة دية المسانة البلادر ودية البروستات وفيها الخلايا السرطانية ودية عظام الكوكسيكس عظام العمود الفقري أخره ودية الغدد أو المجاري اللينفوية والرسم الأعلى اللي احنا وضحنا ده يبين عظام العمود الفقري والحود الممكن انتشار السرطان إليها وتسبب ألمان في الزهر إيه العظام اللي بنتشر إليها السرطان بتاع المسانة الحود عظام الحود عظام العمود الفقري الدلوع الجمجمة كل هذا الألم بيبقى في العظام مصحوب بالعلامات اللي احنا قلنا عليها بالنسبة لمشكلة البول اللي هي عبارة عن حرقان في البول ألم أثناء التبول صعوبة في التبول صعوبة البداية يعني صعب أنك تبتدي التبول وصعوبة أيضا أنك تنتهي من التبول ضعف ضفق البول أثناء التبول تكرار التبول في الليل فخدان السيطرة على البول ويمكن توصل إلى حد أن الواحد يفقد السيطرة ويتبول على نفسه وممكن يظهر دم فيه البول أو السائل المنوي وعدم ارتياح في منطقة الحود وألم العظام وممكن أيضا يأتي مع ضعف الانتصاب فإذا العلامة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي المبكرة جدا وتدل على أن فيه سرطان بروستاتا وبدأ ينتشر هي نتيجة انتشار أو وصول السرطان إلى عظام العمود الفقر والحود فبيجي الإنسان يشعر بألم في منطقة الظهر فالألم في منطقة الظهر هو يعاد أحد العلامات المبكرة لسرطان البروستاتا وجود ألم الظهر ليس دليل قطع على وجود السرطان البروستاتا ولكنه مؤشر يجعلك تسرع بعمل كشف طبي عند الطبيب وعمل الفحوصات اللازمة للتأكد من حالة البروستاتا وملخص الفحوصات التي تنظم الكشف الطبي عند الطبيب بيكشف على البروستاتا عن طريق الفحص بالأصبع من الشرق يشوف حجم البروستاتا هل فيها لبيولز هل فيها جلاكع ناشفة أو جمدة ده الفحص الطبي أو الفحص السريري وبعدين عمل تحليل دم للبي اس ايه بروستاتيك سبيسيفك انتجين ونشوف مستوى وتالت حاجة بنعمل موجات صوتية برضو عشان نشوف حجم البروستاتا ومدى انتشارها إن منتشرة فين ضغط على المسانة ولا الحالب وهل فيه هناك بقع توحي بوجود منطقة سرطانية ولا لا إذا كان فيه مؤشرات قوية بوجود شب أو اشتباه فيه سرطان بيتاخد عينة من البروستاتا بايوبسي ويتعمل لها تحليل أنسجة عشان نحدد إذا كان فعلا فيه أنسجة سرطانية وخلاها سرطانية ولا لا وبعد كده يتم العلاج العلاج المبكر طبعا سهل جدا وهو بإزالة البروستاتا بالطرق الجراحية الموجودة حديثا وكلها أصبحت جراحات متقدمة ومش صعبة زي زمن فكده عرفنا العلامة الأولى اللي ممكن تدل على وجود هذا السرطان فجميعا ناخد بالنا منها إذا لقدر الله وخصوصا عندي كبار السن اللي بيعانوا من فترة من مشاكل نتيجة تدخم البروستاتا الحميد في التبول إذا ظهر ألم في الزهر يتوقعوا أن فيه احتمالات وبالتالي يسريعوا بالكشف وإجراء الفقصات هذا الفيديو يا رب يكون الفيديو أفادكم وملخص كده سريع إن لو واحد عنده تدخم حميد في البروستاتا ومعتاد على بعض الأعراض البولية فيه عرض قد يستجد عليه إذا لاحظ هذا العرض عليه إنه يسرع بالكشف الطبي وإجراء الفحصات الطبية اللازمة اللي أنا شرحتها في الفيديو هذا العرض هو ألم في الضهر لأن ألم في الضهر قد يكون دليل مبكر على إن ظهر سرطان البروستاتا في بدايتها للانتشار وبالتالي معرفة هذا الأمر مبكرا بيساعدنا على أن نعالج سرطان البروستاتا علاج تام والإنسان بيشفى منه شفاء تام خلوا بالكم من الحتة دي قوي قوي لو سمحتم وربنا يعافينا ويعافيكم من جميع الأمراض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته